لو دخلت فيلم الممر هتقف قدام ممثل هتحس انه هو وصل لأكبر مرحلة من الندوك والعشق للفن والافتقاد ليه عطاقه في الفيلم ده وعبقريته وخفة دمه وتلقائيته كانت غير عادية شفت في القاعة الناس بتثقف على كل مشهد ليه كان صورة مختلفة انا بشوفه دايما مبدع مع شريفة عرفة ولكن انا بشوف ان ابداعه هو ابداع خاص وعشق خاص لحمة رسل يعني وعايز اعود اقول كلام كتير قوي وعايز اقول خرقت بمشاعر واحسيس غير طبيعية من الممر ايه الجمال اللي انت في ده وايه الكلام الجميل ده مش عارف اشكرك ازاي والله يا بوسي لا والله يا احمد يعني انا بقولك مشاعري لما شفت الفيلم ويمكن انت انا كنت موجودة في العرض الخاص وديتك جزء شفت انفعالي الطبيعي كان ازاي ساعت لما النور نور ولكن انا لغاية دلوقتي لسه ما اثر علي دورك في فيلم الممر وطبعا تستحق الجايزة النهاردة والتقدير من كل لجان التحكيم ومن كل جمهورك لان لكل مجتهد النصيب يعني الحمد لله انا طبعا بشكرك على الكلام الجميل اللي انت قلتيه وانا بحب المهنة دي يعني مهنة التمثيل دي انا انا بعشقها لكن هي للأسف ما هياش ما هياش ابداع فردي يعني ما ينفعش زي المطرب كده ممكن يمسك مايك او من غير مايك حتى يقضي دندن ويغني ويسلطن نفسه لكن احنا بنبقى محتاجين عوامل اخرى دايما طول الوقت محتاجين ورق كويس محتاجين انتاج كويس وطبعا محتاجين مخرج كويس فلما بتتوفر العناصر دي كلنا بنتصابق عشان نطلع احسن ما عندنا يعني انا حسيت واحنا شغالين ان احنا بنعمل مشروع كبير حسيت ان احنا معانا موضوع حلو حسيت ان احنا معانا مخرج من اهم مخرجين الشرق الاوسط تقريبا يعني فلو الواحد ما اكتهتش وطلع كل اللي عنده مهما كانت مساحة دوره هيبقى مقصر في حق نفسه اولا وفي حق العمل اللي هو شغال فيه ثانيا والعمل ده للامانة ما كانش ينفع ما فيه تقصير يعني لان كلنا كان عندنا احساس ما كده بالفخر واحنا شغالين احساس النازع الوطني جوانا كان بيتحرك طول الوقت واحنا شغالين وهو ده اللي كان بيسهل لنا كل الصعوبات اللي كنا بنشوفها من اماكن تصوير غريبة كنا بنصور فيها وكنا نترمي في الصحراء عمل شخ جدا يعني انا بشوف ان ده كان عمل شخ ومرهق وبعدين انت معاك مجموعة يعني كل واحد بازل مجهود غير طبيعي طبعا طبعا ويعني كلكم رجالة فيعني الادوار الرئيسية كلها هي رجالة وكل واحد عايز يبقى هو الوحيد الاهم واحد في الفيلم لا لا مش حقيقي والله لكن ما بقاش يعني ما تطلعش ان كلكم ما تقدرش دور ده ودور ده حتى اصغر دور ما تقدرش البنت حتى اللي طلعت في الصحراء اسماء ابو اليزيد طبعا يعني دور صغير جدا هند صب دور صغير شديك مونير عامل مشهدين مشهدين انما علامة مصبوط فالمباراة دي ازاي انتوا قدرتوا ان انتوا تبقوا زي الدنطلة كده وتبقى كل واحد ما بيجيش على حساب التالي بصي احنا في الوحنا شغالين ما كناش زي الدنطلة ولا حاجة احنا كل واحد فينا شغال واحده او مع الممثلين اللي بيجمعهم معا مشاهد لكن اللي عملنا كده زي الكروشي كده او الدنطلة زي ما انت ما بتقول شريف عرف شريف عرفة من المخرجين اللي تسلمي نفسك لي وانت متطمنة قوي انت عارفة ومتأكدة انك في ايد امينة يعني سألت قبل كده ايه شهادة الضمان اللي كنت بتراهن عليها في الفيلم فانا قلت شريف عرفة يعني انا بالنسبة لي هي دي شهادة الضمان اللي موجودة جوه الفيلم لما جيلك ما تكلمتش في اي حاجة لا 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 بدم شريف عرفة لا لا خالص احنا كنا بالصدفة خارجين من تجربة مع بعض فيلم الكنز وبعد ما خلصنا بشهرين كده او تلاتة اللي عايز اعود معاك انا اتخلت ان في حاجة لها علاقة بالكنز يعني دوبلاج حاجة في البوست بتاع الفيلم يعني وبعدين بدأ يكلمني عن عن فيلم الممر ساعتها كان الفيلم تمنتاشر ورقة بالزبط يعني ما كانش لسه بقى فيلم يعني بس هو الفكرة دي هقولك على مفاجأة ان احنا عملنا مع بعض فيلم مافيا سنة الفين واثنين ساعتها استاذ شريف كان بيحلم بفيلم حربي يعني من الفين واثنين واكيد الحلم بدأ قابل كده كبير لا الفين وتسعتاشر ده كان حلمه انا قابلته في الفين واثنين فاكيد هو الحلم ده عنده بدأ امتى الحلم ده عنده فهو كان فعلا مشتاق جدا 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 ان هو يعمل النوعية دي من الافلام خاصة انها نوعية مهمة الغرب بيقدمها بيصنع بها بطولات مش حقيقية احنا عندنا بطولات حقيقية وما تنصنعش افلام ففكرة ان احنا نصنع فيلم حربي وبطولة حقيقية من البطولات الكتير يعني حرب الاستنزاف دي اللي هو كان الفترة اللي كان فيها احداث الفيلم مليانة بطولات تصنع سلسلة افلام مش فيلم وكلها بطولات حقيقية وكلها بطولات اهلينا وجدودنا وابهاتنا شافوها وعصروها وحكولنا عنها لكن مع الوقت بتتنسي لان هي مر عليها فترة زمانية كبيرة جدا ففكرة ان احنا نحكيها لولادنا ممكن دي يبقى تأثير مننا لكن الفيلم جي في توقيت نموذجي بالنسبة لي حمزة حس بيه حمزة حس بيه واخواته الاصغر منه حسوا بيه وبدأوا يعملوا سيرش ويسألوا ايه هي حرب الاستنزاف وبعدين جم قالوا لي طب احنا الحرب اللي انتصارنا فيها بقى اللي هي سنة تلاتة وسبعين دي ايه اللي حصل فيها يا بوبي ما تعملونا فيلم عن اللي حصل في تلاتة وسبعين يا حبيب يعني اقصد ان الفيلم حرك مشاعر وطنية عند اطفال احنا كاولياء امور وابهات كنا مقصرين فيها يعني او الدنيا تلاهي كلنا مركزين في التعليم مركزين في حاجات معينة عملين نلق انهالهم ونقلهالهم باستمرار الجانب الوطني ده يعني انا شخصيا كنت مش بجنبه مش الجانب الوطني لا الجانب السياسي لان هي الفترة اللي تولدوا فيها كانت مليانة مشاكله مليانة دربكة كده وانا مش عايزة شوش حسهم الوطني خالص فكنت ببعدهم تماما عن السياسة لما جي فيلم زي ده كان مناسبة طيبة جدا انهم يسألوا اسئلة مفيدة ويعرفوا اجابتها بشكل فني محترم يعني اكيد يعني اه تعرف ايه احلى حاجة فيك ايه انك ابو حمزة بس قبل ما انسى المعلومة دي يعني عايزة اقولك يا جماعة انا عاشقة لحمزة اه يمكن انا مبشوفش احمد رز كتير بنتقبلش غير في المناسبات ولكن اللي بيسأل علي حمزة ببعث لي مساجات ويقولي انا بتطمن عليك يا بوسي بيتابعني على الانستجرام وبيكتب لي تعليقات طول الوقت يعني حمزة اللي بيوديني اكتر من ابو حمزة عشان كده انا لازم اسجل الموضوع ده قبل ما انساه واقولك ربنا يخلي لك حمزة ويخليهم لك وتشوفهم احسن منك بكتير واعظم منك بكتير كمان بعد النجاح وجايزة الجمهور النهارده ولجنة التحكيم والجوائزة اللي هتاخدها السنية دي انا ما اعتقدش يمكن دي تاني او تالت جايزة لكن انت عندك لسه الاخر السنة في كذا مهرجان فاعتقد هتحصل جوائز كتير هل اه 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 اتحركت مشاعر الكتاب ولقينا ورق جديد لاحمد رزق ولا تحركت تحركت واه احنا في مرحلة استقرار قريبة جدا طبعا بتبقى اول واحدة تعرف كل حاجة دي ايوا ديني الحصريات بقى لا الحصريات اقدر اقولها لك كمان اسبوع بالزبط لكن يعني نتقابل بقى كمان اسبوع نتقابل كمان اسبوع اكيد وانا كلم حمزة هبعد لحمزة يقول حمزة طبعا يا بقى همزة تواصل لنا بس دور بقيمة وراوعة وادائك الجميل اللي شوفنا في الممر اتمنى اتمنى والواحد دايما بيحب ياخد خطوة لقدام ولما بيعمل عمل وبينجح والناس بتقيموا بشكل محترم خطوته اللي بعديها بتبقى تقيلة شوي يعني بيبقى فيه مزيد كده من الخوف والرغبة في الظهور للناس تاني بسرعة بحاجة احسن فالموضوع ده ما بيبقاش سهل يعني فعلا احنا بنتخطف مزنق في اي الاحوال يعني لو العمل نجح نجح كبير بنبقى مزنوين لو العمل اللي قدر الله ما نجحش بنبقى مزنوين فاحنا ده قدرنا ان احنا نعيش طول الوقت في الحالة دي ان احنا القلق يبقى مسيطرة علينا ايا كان نتيجة العمل اللي قابله يعني فان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله ومش هعدي برضو اللقاء بتاعنا غير لما احييك وهنيك كمان عن دورك اللي كان برضو لايقل ابهار عن الممر في السينما مع دونيا سمير غانم شخصية كانت دسمة وجميلة ميسيو مازهر اه وكانت بجد يعني انا كل يوم بشوف دلال بعد الفطار يعني مفروض اكلمع عن دونيا واحد اكلمع عن احمد ويتكلمني عنك يعني ايه هي كلمتني برضو الحقيقة وكانت منباهرة جدا فعلا بيك وعملت شخصية جميلة انا اصلا يعني انا انا بحب دونيا اوي يعني من من الحاجات اللي خلال فيه كيميا كده يمكن اتجسدت لما جينا اشتغلنا مع بعض في الحدوتة التانية اللي هي كانت لها تحديدا لكن انا ما اتكسفش ان انا اقول ان انا من جمهور دونيا لان انا بحب اتفرج عليها بحبها في كل حالات دبا خفيف يعني في كل حالات الكوميديانات يحبوها ايوة وهي كمان كممثلة بعيدا يعني الدراما بقى يعني زي الكوميدي بالزبط ما عندهاش حتة اعلى من التانية يعني بتمثل كل حاجة بتعمل كوميدي بتعمل تراجدية عندها موهبة ربنا يحميها ويزدها يعني بجد من الموهوبين القلائل اللي موجودين عندنا يعني يعني ان شاء الله السنة دي كانت سنة السينما والتلفزيون بتمنى ان شاء الله الفين وعشرين ان انا اشوف برضو جوائز وادوار سينما وتلفزيون وعايزين نشوفك برضو دراما مش بس السينما ان شاء الله بإذن الله بوسة كبيرة الحمزة يوصل بومة حمزة يوصل هو الف مبروك الله يباركي ولو عايز تقول كلمة المهرجان القنوات الفضائية اللي النهاردة بيختارك باحسن ممثل كوميدي السنة دي يعني اشكرهم طبعا على التكريم ولسه كنت بقول دلوقتي ان التكريم ده بيبقى له حاكتين عند المكرم يعني نوع من انواع التقدير انك بتحسي ان في حد قدر مجهود انت بازلتي ومسئولية كبيرة اكيد يعني تقدير ومسئولية فيا رب نكون قد المسئولية والف شكرا على التقدير مبروك الله يبارك فيك يا مرسي قدم الكوميديا السلسة جعلت منه علامة مميزة جدا في الممر الإبداع أحمد رز نكونش خائطين؟ ومفيش حدة تانية تتراموا فيها غير هلا؟ ان شاء الله مش هموت إبداعه بصراحة كان غير عادي في الممر ترجمة نانسي قنقر